ضابط مخابرات النمساوي السابق اللي احنا تكلمنا عنه كتير بيقول ان التهم الموجهة ليه ينكرها جميعا تتوقع انه ياخد براءة اتوقع ياخد براءة اتوقع ياخد براءة زيانه صراحة ان اهتدنا في السياسة النمساوية على بروبيغاندة اعلامية خيانات تجسس وكلمات كبيرة وعبارات اكبر وتطلع حاجات جامدة اوي 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 وتنزل فعلها نفس الموضوع كأنه شيء لم يحدث فبالتالي بصراحة اعتدنا على انه النمسا فعليا الفقاعات الاعلامية سباستيان كورس الزكر صراحة وقفوا البلد على الرجل الوحد قبل بسنتين ما بعرف مين بعده هذا كلام كله كل مرة اوكرانيا وقفوا الناس وقفوا الناس كل هذا ادعو الله كل ما يسمعنا اي حدث اعلامي اي فضيحة اي شيء يسمع فيه ما كتير تغتروا بالامر يعني اوكي خدوا حبار عن حدث يعني الاحداث اليوم كلها يحاولوا يقدموها لانه هي حدث قوي وفضيحة ومصيبة ومسائلة برلمانية لا بطلعه ان المواضيع في بدايتها كل الوسائل اللي اعلامي تتناولها تشوفها في كل النشرات في كل الاخبار وبعدها بعد شوية تلاقي الموضوع جانبي يعني بصراحة انفو جراتا يعني تعمدت بالاسبوع على خير بصراحة تخفيض الاخبار المتعلقة بجوز سؤوت يعني موضوع التجسس والتحقيق البرلماني يعني كان في كتير اخبار وكتير تطورات وكل ساعة اخبار كتير صراحة يعني نحن ارتعينا ان هذه احداث مملة واحداث غير مفيدة فقمنا بتخفيض تخفيض عدد الاخبار المترجمة بهذا الخصوص وركزنا على اخبار اخرى ركزنا على حوادث ركزنا على الاخبار الاقتصادية ركزنا على اخبار الاندماج والمشاكل اللي هو كل ما يفيد فبالتالي ولكن عندما يكون هناك خبر خبر واضح وحدث مهم طبعا نقوم بتقديم لمتابعين انفو جراتا نمسا ميديا نعم